هذا ووقعت بعثة مملكة البحرين للحج برئاسة فضيلة الشيخ عدنان القطان عددا من الاتفاقيات مع شركات تقديم الخدمات للحجاج البحرينيين والمقيمين يأتي ذلك في سياق سعي البحثة لتقديم أفضل خدمات للحجاج وفق قرارات اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة بناء على المعايير المعتمدة من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية حيث جرت توقيع مع شركة ضيوف البيت المتخصصة في تقديم خدمات المشاعر والإعاشة وكافة تجهيزات مخيمات حجاج البحرين في المشاعر المقدسة كما وقعت البحثة اتفاقية مع شركة مكتب الوكلاء الموحد لتقديم خدمات الاستقبال في المنافذ وتسهيل خروج الحجاج من المطارات وتفويجهم وتم التوقيع أيضا مع النقابة العامة للسيارات والتي تعنى بنقل الحجاج من وإلى كافة المطارات وإلى الصلوات في الحرم المكي ومخيمات المشاعر هذا ودع فضيلة الشيخ عدنان القطان الراغبين في أداء شعيرة الحج لموسم هذا العام إلى المسارعة بالتسجيل لدى حملات الحج البحرينية المرخصة وحجز مقاعدهم ضمن الفترة المحددة والتي تنتهي بتاريخ 20 فبراير المقبل